بسم الله الرحمن الرحيم الواعد التي يجب ضبطها لكي نتمكن من كتابة الكلمات كتابة صحيحة. اذا ما معنى القمرية والشمسية? اذا القمرية هي اللام التي تشبه اللام التي في كلمة القمر. نسبة الى القمر. يعني تشبه اللام الموجودة في كلمة القمر. لذلك تشبه اللام التي توجد بالقمر. يعني اللام القمر. هي اللام القمرية القمر. يعني اللام التي تنطق وتكتب وتكون عليها علامة السكون القمرية. والشمسية هي التي تشبه اللام التي توجد في كلمة الشمس الشمسية الشمس الشمس يعني لا تنطق رغم كتابتها فإنها لا تنطق ولثاليها علامة السكون ويكون دائما الحرف الأول الذي يلي ألام الشمسية يكون دائما مشددا إذن تابعوا معي المدينة المنورة الأخلاق الفاضلة الرودة الشريفة الليل الرسائل العلوم الرياضية السوق المركزية المدينة المنورة الأخلاق الفاضلة الرودة الشريفة الليل الرسائل العلوم الرياضية السوق المركزية المدينة المنورة لاحظوا معي هذه اللام المدينة ال ال فإننا ننطقها ونقرأها إذن هذه اللام تكتب وتقرأ وعليها علامة السكون إنها اللام القمرية إذن اللام القمرية تكتب وتنطق وعليها علامة السكون المدينة المنورة 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 ال فإننا ننطقها وعليها علامة السكون إذن هذه اللام قمرية الأخلاق الفاضلة ال ال فإننا ننطق اللام وعليها علامة السكون إنها اللام قمرية اللام القمرية تكتب وتنطق وعليها علامة السكون الأخلاق الفاضلة الفاضلة إذن اللام تنطق وعليها علامة السكون إنها اللام القمرية الفاضلة الرودة 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 الر إن هذه اللام رغم أنها مكتوبة ومرصومة فإنها لا تنطق وليس عليها علامة السكون إنها اللام الشمسية إذن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق وليس عليها علامة السكون الشريفة الرودة الشريفة الشريفة اللام لا تنطق ليس عليها علامة السكون إنها اللام الشمسية الليل 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 إذن اللام غير منطقة ليس عليها علامة السكون إنها اللام الشمسية أما اللام الثانية فإنه الحرف الأول الذي يلي اللام اللام الشمسية الرسائل الر الر الرسائل هذه اللام لا تنطق هذه اللام لا تنطق ليس عليها علامة السكون إنها اللام الشمسية إذن كما تلاحظون هذه الأمثلة المتضمنة للام الشمسية فإن الحرف الأول الذي يلي اللام الشمسية يكون دائما مشددا إذن اللام الشمسية إذن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق ليس عليها علامة السكون الحرف الذي يليها يكون دائما مشددا العلوم الرياضية العلوم العلوم ال 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 هذه اللام تنطق وعليها علامة السكون إنها اللام القمرية العلوم الرياضية الري الري هذه اللام لا تنطق ليس عليها علامة السكون الحرف الذي يليها مشددا إنها اللام الشمسية السوق المركزية السوق 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 إذن اللام لا تنطق لا تحمل علامة السكون الحرف الحرف الذي يليها الذي هو السين مشدد إذن إنها اللام الشمسية المركزية المركزية ال المركزية ال إذن اللام تنطق عليها علامة السكون إنها إنها اللام القمرية إذن من خلال إذن من خلال هذه الأمثلة اللام القمرية واللام الشمسية ما هو الفرق الذي بينهما إذن الفرق الذي بين اللامين أن اللام القمرية تكتب وتنطق وعليها علامة السكون إذن اللام القمرية تكتب وتنطق وعليها علامة السكون بينما اللام الشمسية فإنها تكتب كذلك تكتب ولكن لا تنطق وليس عليها علامة السكون وتتميز بالحرف الأول بعدها يكون دائما مشددا دائما الحرف الأول الذي يلي اللام الشمسية فإنه يكون دائما مشددا كما في الأمثلة إذن هذا هو الفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية إذا أشكل علينا الأمر اللام القمرية تشبه اللام الموجود في القمر واللام الشمسية تشبه اللام الموجود في كلمة الشمس لذلك ثم يتبع القمرية والشمسية نسبة لهذه الكلمات لانها تتضمنها القمرية يعني القمر يتضمن القمرية والشمس يعني الشمس تتضمن التي لا تنطق. اذا هذه اللام تنطق تكتب عليها علامات السكون. تكتب لا تنطق ليس عليها علامات السكون. الحرف الذي يليها يكون دائما مشددا. اذا اعيد قراءة هذه الكلمات. رددوا من بعدي. المدينة المنورة. الاخلاق الفاضلة. الرودة الشريفة. الليل. الرسائل. العلوم الرياضية. السوق المركزية. اذا انا اقرأ وانا اميز واحد الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. المدينة المنورة. الاخلاق الفاضلة. الرودة الشريفة. الليل. الرسائل. العلوم الرياضية. السوق المركزية. اذا الفرق بينهما سهل. يعني سهل وواضح. اللام القمرية يعني ننطقها. واللام الشمسية لا ننطقها. اللام المنطوقة هي اللام القمرية. واللام غير المنطوقة هي اللام الشمسية. اللام القمرية. عليها علامة السكون. اللام الشمسية لا يوجد عليها علامة السكون. اللام الشمسية دائما الحرف الذي يليها يكون دائما مشددا. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا. وإلى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.